أهلا بكم برزت خلافات سياسية داخل التحالف الحاكم في تونس بين حركة النهضة صاحبة الأغلبية في البرلمان وحركة الشعب ذات توجهات القومية جاء ذلك إثر تصويت حركة الشعب إلى جانب الحزب الدستوري المعارض خلال جلسة برلمانية للنظر في لائحة لرفض تدخل الخارجي في ليبيا هذا وطالب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والبرلمان في مقابلة تلفزيونية رئيس الوزراء الياس الفخفاخ بتعديل وزاري يقصي حركة الشعب ويضم حزب قلب تونس صاحب المركز الثاني في الانتخابات الأخيرة ما عاد خسوم الأمس خسوما وما عاد الأصدقاء كذلك قبل الانتخابات كان حزب قلب تونس أشد معارض حركة النهضة لكن في السياسة ليس هناك خصم دائم أو صديق دائم فالحزب الثاني الذي يتزعمه رجل الإعلام والأعمال نبي القروي صار للنهضة أقرب من الحلفاء أو هكذا يبدو المشهد في ذلي مساعي لتعديل وزاري مرتقب ما تنجم تكون فما استقرار حكومي كان من الحزب الأول يخدم الحزب الثاني هذه قانون اللعبة اللي ما يحبش يجيه القانون اللعبة هذه جينا أحكيات كي منها رباعي الحكم ليسوا على قلبي رجل واحد حين صوتت حركة الشعب إلى جانب الحزب الدستوري المعارض في البرلمان على لائحة لرفض التدخل الخارجي في ليبيا بدأت بوادر تصدع التحالف تدفع على السطح حتى جلسة التوقيع على وثيقة التضامن الحكومي تأجلت على الأرجح بسبب فشل مساعي رأب السدع بين الحلفاء وضعية التحالف الحكومي ستكون في فترة المقبلة ستكون حرجة لأن حركة النهضة وهي الحزب الأكبر في التحالف سيدفع بقوة نحو فرض قلب تونس في التحالف الحكومي وأيضا سيدفع نحو مغادرة حزب مثل حركة الشعب ذاك ما كان متوقعا من نتائج الانتخابات فلا أحد من الأحزاب قادر على الحكم بمفرده ولا أحد حصر على الأغلبية المطلقة بين الأحزاب الفائزة هوة تتسع يوما بعد يوم فخلافاتهم تنظر بتغير محتمل في التحالفات لكن ذلك لن يكون سهلا ولا سالسا في كواليس الحكومة خلافات لا ينكرها جميع الفرقاء وفي الأفق قد تتور تلك الخلافات إلى سراعات ربما تقلب موازين الحكم والمعارضة يسمى الدعاسي العربي تونس ينظم إلينا من تونس العاصمة الكاتب الصحفي محمد اليوسفي أهلا وسلام بك أستاذ اليوسفي قبل الانتخابات كانت حركة النهضة وحزب قلب تونس على طرفين قيد حتى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصفه بحزب الفساد ما الذي حصل حتى يطالب الغنوشي اليوم بأن يكون قلب تونس في قلب الحكومة؟ شكرا لك تحياتي لك ولكل مشاهدي التلفزيون العربي في البداية ودد أن أدقق أو أن أصحح ما ورد في تقديمك للتقرير وما ورد أيضا في التقرير الغنوشي حتى في حواره مساء اليوم في قناة نسمة التي من المعلومة ملكها الفعلي هو نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس لم يدعو صراحة لإقصاء حركة الشعب بل طالب فقط بتوسيع الاتلاف الحاكم وإيجاد سيغة جديدة توفقية فبالتالي هذه معلومة تحدث عنها أحد النشاطاء الأعلامين وهي ليست معلومة دقيقة صحفية هو قال عذرني على المقاطعة من غير الطبيعي أن يكون الحزب الأول داخل الحكومة والحزب الثاني خارجها أليس هذا ما قاله نعم هذا بالتحديد ما قاله وهذا ما سأشرع الآن في تحليل هذا هو السؤال إذن أستاذ اليوسر نعم نعم تفاضل نعم 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 يعني اليوم بالفعل هناك تطورات دراماتيكية في علاقة بتسارع وطيرة الصراع السياسي المحتدم داخل البرلمان أو حتى خارج البرلمان داخل الاتلاف الحاكم نفسه الجميع يعلم كيف كانت الأجواء السياسية بين الحملة الانتخابية والاستقطاب الحاج بين قلب تونس والنهضة وكيف أن حزب حركة النهضة اعتبرت أن قلب تونس ونبيل القروي يمثلان رأس الفساد السياسي في تونس اليوم تغيرت المعادلة لعديد الاعتبارات أولا حركة النهضة فعلا هي مكلومة ومجروحة مما حدث في الجلسة الأخيرة على اعتبار تصويت حركة الشعب وأيضا كتلة الأصلاحة الدعم للحكومة والمشاركة للحكومة وكتلة تحية تونس بقيادة يوسف شهد لفائدة اللائحة البرلمانية التي تقدمت بها عابير موسي ومعلوم اليوم في تونس أن العديد من القوات تعتبر أن عابير موسي تمثل الثورة المضادة وتمثل أيضا استفافات إقليمية مشبوهة في المنطقة فبالتالي حركة النهضة اليوم تبحث عن مجال للمناورة لفك العزلة السياسية التي فرضت عليها بعيدة الجلسة البرلمانية الأخيرة لكن برأيك هل هذه الحكومة التي ستضم حزبين على هذا الخلاف والنقيد الإديولوجي أن تنجح أن تدار من قبل الفخفاخ بطريقة سليسة وسيكون لها عمر طويل في حكم تونس نعم يعني اليوم هناك إجماع على وجود تنقضات حقيقية أي جولوجية وسياسية عميقة داخل الاتلاف الحاكم أيضا هناك بداية متعثرة بين ظفرين في علاقة بإدارة بعض الملفات غياب التضامن الحكومي غياب الانسجام داخل الاتلاف الحاكم وهذا ما عبر عنه منذ قليل راشد الغنوشي معتبرا أن هناك أزمة ثقة حقيقية بعد التصويت الأخير وكيف أن حلفاء النهضة في الحكومة تنكروا لها في البرلمان اليوم علينا أن ندقق بعض الأشياء الدستور يعطي حسانة ظرفية لحكومة رئيس الفخفاخ مدة ستة أشهر لا يمكن خلال هذه الفترة القيام بلائحة لسحب الثقة ولكن من الواضح أن حركة النهضة ستمضي قدما نحو الدفاع عن تشريك حزب قلب تولس في الحكومة من أجل خلق معادلة جديدة في حكومة هي متعثرة في حد ذاتها وأداء رئيسها إلى حد الآن لا يبعث كثيرا على الارتياح رغم بعض النجاحات التي تحققت بين ظفرين بفضل الكفاءات الطبية وبفضل أيضا دور وزير الصحة وهو قيادي في حركة النهضة عبدالطيف المكي في إدارة أزمة كورونا ولكن أعتقد أن هذا الملف سيبقى على صفيح ساخن وسيكون هناك جدال سياسي كبير جدا مع مفتتح السنة البرلمانية القادمة نحن في أواخر السنة البرلمانية الأولى من هذه العهدة النيابية وبانقذاء مدة الستة أشهر التي تمثل الحصانة الدستورية للحكومة أعتقد أن مصير حكومة الفخفاخ يتجه نحو المجول وإذا لم يتم إيجاد تسوية سياسية بين هؤلاء الفرقاء أو الأخوة الأعداء الذين يشاركون في نفس الحكومة ربما لا تتعلم إذا نعود إلى التسوية السياسية شكرا لك الكاتب الصحفي محمد اليوسفي كنت معنا من تونس